نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي البطولة العربية العسكرية للفروسية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي البطولة العربية العسكرية للفروسية الحدث الأول من نواه بمشاركة أكثر من عشر دول عربية ابتداء من 24 إبريل حتى 27 إبريل بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية العاصمة الإدارية الجديدة نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا بحضور ممثل وسائل الأعلام المحلية والعربية للإعلان عن فعليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد والتي تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية وبمشاركة إحدى عشرة دولة عربية وبحضور عدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والإعلاميين وألقى اللواء أركان حرب إيهاب لطفين مدير المدرعات للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم بما يضمن تحقيق النجاح التنظيمي للبطولة كما ألقى الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية كلمة رحب خلالها بالفرق المشاركة متمنيا أن تكون البطولة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التقرب الرياضي بين كافة الفرسان المشاركين بالبطولة فيما ألقى العميد الركن دكتور يوسف ديسمال الكواري رئيس الاتحاد العربي للرياضات العسكرية كلمة أشاد خلالها بحسن ضيافة الدولة المصرية وتوفير كافة الإمكانيات والتي تعزز من نجاح البطولة على غرار كبرى البطولات العالمية في مجال رياضة الفروسية وألقى المدير الفني لفريق الفروسية المصري كلمة أشار خلالها إلى حرص الفريق المصري على الإعداد والتجهيز الجيد للبطولة وتحقيق نتائج متميزة لإسعاد الجماهير المصرية وأشار الشيخ محمد بن عيسى الفيروس رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد إلى حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة الأحداث الرياضية الهمة في المنطقة متمنيا أن تخرج البطولة على مستوى راق نظرا لما تتمتع به مدينة مصر للألعاب الأولمبية من إمكانيات هائلة كما ألقى ممثل الشركة المصرية للاتصالات الراعي الرسمي للبطولة كلمة أعرب خلالها عن تقديره للتعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية لتنظيم البطولة في نسختها الأولى وظهورها بالمظهر المشرف كما ألقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلمة أعرب خلالها عن تقديره لجهود القوات المسلحة في تنظيم فعاليات البطولة مشيرا إلى ما تمتلكه الدولة المصرية من بنية تحطية حديثة ومنشآت رياضية متطورة قادرة على استضافة كبرى المسابقات الرياضية بمستوياتها المختلفة اشتركوا في القناة